توقعت وكالة فيتش ستولوشنز أن تشهد صدرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري و5% في عام 2023 و5.8% في عام 2026 مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول عام 2031 ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا صادرا عن وكالة فيتش سولوشنز أشادت خلاله بالجهود المبذولة في مصر لتكسيف عملية التصنيع للدواء المحلي وإتاحة الرعاية الصحية لمختلف الفئات المجتمعية بأفضل جودة ممكنة وأشارت الوكالة إلى أن مبيعات الأدوية في مصر ستشهد زيادة بنحو 6.6% في عام 2022 وتصل إلى 8.6% في عام 2026 ترجمة نانسي قنقر